الإسهال بيقضي على حياة نصف مليون طفل سنويا في كل أنحاء العالم وكذلك هو تاني أهم سبب لوفاة الأطفال اللي سنهم أصغر من خمس سنين في مصر أهلا بيكم هنتكلم النهاردة عن الإسهال النتجة عن النازلة المعوية ولو أول مرة تشوفنا دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول إم تقول أن الطفل عنده إسهال؟ نقدر نقول أن الطفل عنده إسهال لما يزيد معدل الإخراج أو تزيد سيولته بأكتر من المعتاد بالنسبة للطفل طب إيه ممكن يسبب الإسهال؟ أول حاجة نتيجة عدوى في الأمعاء وبتبقى عدوى فيروسية في أغلب الحالات بفيروس اسمه الروتافيروس أو ممكن بكتيريا زي الإيكولاي والسلمونيلا أو نتيجة ديدان وفطريات الميكروبات دي بتبقى موجودة في المياه الملوثة ببرازز البشر أو الحيوانات زي مياه المجاري اللي بتتسرب وتوصل لمياه الشرب والطهي اللي ما تمش تنقيتها بشكل سليم كذلك من أهم أسباب الإسهال عدم مراعاة الأم اللي نضافه أسماء طبخ الأكل أو تخزينه وممكن الأسماك اللي جاية من مياه ملوثة تساهم في الإصابة بالمرض دي أشكال العدوى اللي بتتسبب في حدوث الإسهال أسباب تاني غير العدوى زي أن الطفل يكون أكل أكلات معينة عنده حساسية منها أو خاد دوى ويتكون من الأعراض الجانبية بتاعت الدوى ده أنه بيعمل إسهال زي بعض المضادات الحيوية ومن الحاجات المهمة اللي بتخلي الطفل أكتر عرض الإسهال سوء التخزين واللي بتزيد أكتر بعد إصابة الطفل بالإسهال الأعراض بتلاحظ الأم أن البراز لونه بيكون ميل للأصفر وبيفقد صلبته وبيبقى رخ ومائع وممكن الإسهال ريحته تكون وحشة وبتوصل عدد مرات الإسهال الأكتر من خمس مرات يومية وبترتفع ضرقة حرارة الطفل في بعض الأحيان وبيفقد شهايته للأكل وأوقات بيرجع ونتيجة كل ده بيظهر الشحوب والتعب على الطفل المضاعفات مع نوبات الإسهال المتكررة بتخرج كميات كبيرة من المية والآيونات الموجودة في الجسم زي السوديوم والكلور والبوتاسيوم واللي فقدها ممكن يؤدي إلى الجفاف وبنسم الجفاف لتلت ضربات لازم كلهم تبقى عرفان كويس الجفاف البسيط الجفاف المتوسط الجفاف الشديد أول حاجة الجفاف البسيط ويكاد يكون ملوش أعراض الجفاف المتوسط واللي بقى نعراضه جفاف الفم والحلق العطش قلة الدموع أثناء البكاء كذلك حركة الطفل بتبقى ليلة وبتقل عدد مرات التباول عند الطفل عشان كده لازم الأم تبص على الحفاظة بتاعت الطفل تشوفها مبلولة ولا لأ المفروض بيبنلاها حوالي 6 مرات في اليوم لو أقل من كده بيبقى فيه جفاف والنوع الثالث الجفاف الشديد أو المتأخر وفي الحالة دي نفس الأعراض بتبقى موجودة ولكن بتبقى أكثر حدة بنلاقي العين بتاعت الطفل داخل الجوة والنلاقي الطفل نايم على نفسه مش بتحرك وساعات تانية بيبقى عصب كمان من العلامات المؤكدة اللي بتقول إن الطفل عنده كفاف إن جلده يبقى ناشف المفروض لما منشد الجلد الفوق كده بيرجع بسرعة في الحالة دي الجلد بياخد وقت على ما ينزل تحت بيرتطور الأعراض لانخفاض في ضغط الدم وانخفاض في مستوى الوعي وبرد في الأطراف ونبض سريع وضعيف وبشرة شحبة لأن الدم مش بيوصل للأطراف ممكن يدخل في غيبوبة ممكن لأقدر الله إلى الوفاة عشان كده لو الإسال استمر أكتر من ثلاث أيام بدون مثل تحسن أو في حال ظهور واحد من الأعراض اللي قلناها بيتوجب على الأم التوجه للطبيب المختص مباشرة العلاج هنبدأ بالمرحلة البسيطة والمتوسطة أول نقطة محلول الجفاف أو ال-ORS محلول معالجة الجفاف مهم جدا لازم يبقى موجود في أي بيت فيه أطفال ظهارين وده بيبقى عبارة عن بودر بندهبه في 200 سنطي مية مغلية كويس وبندل الطفل معلقة كل دقيقة أو دقيقتين حسب تقبل الطفل كذلك لازم الرضاعة الطبيعية تستمر لأن لبن الأم بيبقى أنقى وفيه أجسام مضادة بتحمي الطفل من العدو فيه حاجة مهمة إلي سهل من الأمراض اللي عادة مش بتتطلب مضادات حيوية بل وأحيانا في بعض الحالات ممكن تدور وبيكون تخزية الطفل وإعطاء السوائل أهمة بكتير من المضادات الحيوية إلي لو فيه ترجيع شديد والطفل مش بيستقبل أي حاجة فبندخل في المرحلة اللي بعد كده في حالة الجفاف الشديد واللي بنعرف من الأعراض اللي قولنا عليها بيتم حاجز الطفل في مستشفى ويتركيب له كانولا وبياخد محلي الوردية تحت إشراف الطبيع بعض الأكات اللي بينصح بيها أثناء معالجة الجفاف الموز مفيد جدا وغانب البوتاسيوم ومهم لحيوية القنالة الهضمية المية الطفل اللي عنده جفاف المهم يشرب مية كتير ولازم تكون مية مغلية ومن مصدر كويس الزبادي بذات في الطفل الأكبر من 6 شهور الزبادي فيه بروبيوتكس دي عبارة عن بكتيريا نفعة للقنالة الهضمية التفاح التفاح مهم جدا في صورة عصير بدون سكر أو لو الطفل كبير شوية ممكن يأكل التفاح عادي فيه مادة اسمها بيكتين مهمة جدا لعلاج الإسهال عند الأطفال شربة الخضار شربة الخضار مهمة وتعوض السواد اللي بفقتها الجسم أثناء الإسهال أما بالنسبة للأكلات الممنوعة أثناء النازلة المعوية أول حاجة المياه الغازية ممنوعة تماما لأن فيها سكر كذلك برضو السكريات ممنوعة لأنها بتزود الإسهال حاجة تانية للعصير المعلبة ممنوعة برضو مرأة الدجاج والإندومي ممنوعين تماما في الإسهال لا شك أن الوقاء من الإسهال في صورة مياه شربة نقية وغسل الإدم بالصابون بتقلل من الإصابة بالمرض كما ما ننساش التطعيمات في وقتها المحدد وفي الأخير بنتمنى الصحة والسلامة كلها تفعلها لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك في فيديوهاتنا اول باو ترجمة نانسي قنقر